احتجاجات حقيقية تطالب في تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين البطالة وكل هذه الامور إلا أنه أنا أرى في الحديث بالنسبة للرئيس الروحاني وبالنسبة لقائد الأعلى خمينئي هناك الحديث على مسارين ويعني لا يتنافى الحديث الأول مع الحديث الثاني يعني ما يتحدث فيه الخمينئي هو على السياسة الخارجية التي تريد أن تتدخل في هذه الاحتجاجات وتطورها إلى ما كان عليها الوضع في بداية الربيع العربي في بعض الدول العربية حيث شاهدنا التغريدات التي تصدر من السعودية أكثر من 37% أو 40% من وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن هذا الموضوع وتشجع نحن رأينا أنه ترامب شخصيا يشجع هذه الامور ولكن ما لا يعلمه ترامب والسعودين وغيرهم أن الشعب الايراني عندما يرى تدخل خارجي في أموره الداخلية هذا يدعم الموقف الحكومي وليس يضعفها لأنه لا يرد أي تدخل خارجي وبالتالي التفكير أو الفكر الشعب الايراني هو يختلف عن باقي الشعوب العربية يعني همه ايراني همه ايران قوية همه ايران ليست ضعيفة ومنهكة من قبل من يريد ذلك يعني الشعب ايراني شعب معافى بالتالي وهو يفكر جادا بهذه الامور أنا أرى التصريحان أنه في حق الشعب أنه يأخذ حقوقه من الحكومة وتحسين أوضاعه ولكن الخمنئي هو يحذر من التدخل الخارجي ونحن بالنسبة كمان حتى للقتل أنا أعتقد أنه الحلسة الجمهورية لم يتدخل بعد في تلك الحلسة الثورية ولا يتدخل حتى الآن في هذه الاحتجاجات بشكل فعلي على أرض الواقع ونما هي الشرطة التي تقوم وخاصة بالاحتجاجات التي فيها هناك مشاكل أو التزاز للملك العام أو الملك الخاص للأشخاص إن كان بطران أو بغير